النهاردة اعتذر أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة عن رئاسة بعثة منتخب مصر في كوريا الجنوبية خلال المباراة الوداية اللي هتقوم ان شاء الله يوم 14 يونيو الجاري بالعاصمة الكورية سول وارجع علام اعتذاره الى انشغاله ببعض الملفات اللي هتحتاج للحسم خلال الشهر الجاري وعلى رأسها مدرب المنتخب الولمبي والمدير الفني للتحاد الكورة ايضا كابتن اهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر فضل منح محمد صلاح راحة من مباراة السيوبيا المقرر لها يوم 9 يونيو الجاري بعد ما الاشاعة اللي اجرها صلاح اثبتت اصابته بشد خفيف وكان اهاب جلال قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة غينيا ان صلاح لعب مصاب وتحمل على نفسه كمان في المنتخب محمد الشناء وتعافى من فيروس كورونا بعد ما كانت اخر مسح عملها جات سلبية وشارك كمان في مران الفريق محمود حسن تريزيجي كمان اجرى اشعى اثبت اصابته بشد في العضلات وهيتم تحديد موقفه من الحاكم مباراة السيوبيا من عدمه اشتركوا في القناة